بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحبكم ابناني وطلاب الصف الثاني تأهيلي في مادة الرياضيات لمعاهدة برامج التربية الفكرية موضوع درسنا ان شاء الله لهذا اليوم استخدام الميزان العادي وكذلك الميزان الالكتروني في عمليات البيع موضوع درسنا استخدام الميزان العادي والميزان الالكتروني في عمليات البيع أولا دعونا نعرف آلة الميزان هي آلة لقياس الكتلة ووزن الشيء أو ثقلة إذن الميزان آلة تستعمل لقياس الكتلة ووزن الشيء أو ثقلة كما تشاهدون بين الطلاب لدينا هنا بعض نواع الموازين التي تستخدم لقياس كتلة الجسم لدينا هنا هذا الميزان ميزان ذو الكفتين وأيضا ميزان ذو كفة واحدة رقمي وأيضا ميزان ذو كفة بمؤشر دائما بناء الطلاب نشاهد هذه الموازين في الأماكن التجارية لعمليات البيع والشراء إذن لدينا هذا الميزان الأول كما تشاهدون ميزان ذو كفتين ونجد هذا الميزان دائما في الأماكن التجارية ليقوم البائع بوزن البضاعة التي نقوم بشرائها أو المواد التي نقوم بشرائها باستخدام هذا الميزان وأيضا لدينا هذا الميزان الثاني هنا ميزان ذو كفة واحدة رقمي يظهر الوزن على شاشة هذا الميزان وكذلك لدينا ميزان ذو كفة واحدة بمؤشر كما تشاهدون هذا ميزان ذو كفة واحدة بمؤشر لدينا هنا هذا المؤشر يقوم بوازن الكتلة إذن كما تشاهدون بناء الطلاب هذه بعض الموازين التي تستخدم لقياس كتلة الأجسام في النشاط الأول بناء الطلاب كما تشاهدون لدينا هنا ضع دائرة حول الميزان المستخدم للبيع والشراء في المحلات التجارية إذن لدينا الميزان الأول إذن لدينا هذا الميزان الميزان رقم واحد وأيضا لدينا الميزان رقم اثنان إذن ضع دائرة حول الميزان المستخدم للبيع والشراء كما تشاهدون الميزان الطلاب يستخدم هذا الميزان كما ذكرنا في عمليات البيع والشراء عند الذهاب إلى الأماكن التجارية فإننا نشاهد هذا الميزان وهو ميزان إلكتروني بمؤشر كما شاهدون هنا ميزان رقمي إذن هذا هو الميزان يستخدم في عمليات البيع والشراء دائما نجد هذا الميزان في الأماكن التجارية لعمليات البيع والشراء إذن هذا هو الميزان المستخدم لعمليات البيع والشراء الميزان الثاني يستخدم لقياس وزن جسم الإنسان وكتلة جسم الإنسان إذن نقوم بوضع دائرة حول الإجابة الصحيحة نضع دائرة حول الميزان المستخدم في عمليات البيع والشراء إذن هذا هو الميزان المستخدم في عمليات البيع والشراء أيضا كما تشاهدنا الطلاب لدينا هنا بعض أشكال الميزان المستخدم في البيع والشراء إذن هذا الميزان الإلكتروني وكذلك الميزان ذو كفة واحدة إذن هذا هو الميزان رقم واحد ميزان إلكتروني يستخدم في عمليات البيع والشراء نشاهد هذه كفة هذا الميزان التي توضع عليها المواد وكذلك المؤشر الرقمي الذي تظهر عليه الكمية وكذلك لدينا هنا الميزان الثاني ميزان ذو كفة واحدة بمؤشر وهو أيضا من الموازين المستخدمة في عمليات البيع والشراء نجد هذه الموازين من الطلاب أحسنتم إذن نجد هذه الموازين في الأماكن التجارية عندما نقوم بشراء الخضار أو الفاكهة وكذلك بعض الأنواع من الحبوب وغيرها طريقة استخدام الميزان في عملية البيع والشراء كما تشاهدون لدينا هنا هذا الميزان هناك طريقة صحيحة نستخدم فيها الميزان عند عملية البيع والشراء أولا وضع الميزان على قاعدة ثابتة وسطح مستوي إذن الخطوة الأولى الخطوة الأولى وضع الميزان على قاعدة ثابتة وسطح مستوي أحسنتم إذن هذه الخطوة الأولى وضع الميزان على قاعدة ثابتة وعلى سطح مستوي الخطوة الثانية عدم تحميل الميزان بأكثر من حمولته القصوى إذن عدم تحميل الميزان بأكثر من حمولته القصوى لكل ميزان حمولة محددة إذن عدم تحميل الميزان بأكثر من حمولته القصوى الخطوة الثالثة التثبت من بيان الصفر إذن التثبت من بيان الصفر كما تشاهدون لا بد أن تكون القراءة هنا صفر قبل استخدام الميزان لا بد أن تكون القراءة لدينا هنا صفر لنقوم بعملية الوزن بشكل صحيح إذن لا بد أن تثبت من بيان الصفر قبل استخدام الميزان إذن بناء الطلاب هذه هي طريقة استخدام الميزان عند عمليات البيع الشراء أولا كما ذكرنا وضع الميزان على قاعدة ثابتة وعلى سطح مستوى الخطوة الثانية عدم تحميل الميزان بأكثر من حمولته القصوى وكذلك التثبت من بيان الصفر قبل استخدام الميزان إذن كما نشاهد هذا المؤشر هنا كما يشير بيان الصفر قبل استخدام الميزان النشاط الثاني بين الطلاب ضع علامة صحيح تحت الميزان الجاهز للاستخدام إذن نريد أن نتعرف على الميزان الجاهز للاستخدام نشاهد الميزان الأول نشاهد الميزان الأول إذن لدينا هذا الميزان الميزان الأول هنا هل هو جاهز للاستخدام أحسنتم إذن هذا الميزان غير جاهز للاستخدام لماذا؟ كما ذكرنا لابد من التثبت من بيان الصفر ونشاهده هنا هذا الميزان يوجد قراءة 2 كيلو إذن هذا الميزان غير جاهز للاستخدام إذن هذا الميزان غير جاهز للاستخدام أيضا لديه هذا الميزان الثاني هل هو جاهز للاستخدام أم لا؟ أحسنتم إذن هذا الميزان أيضا غير جاهز للاستخدام نشاهد وجود بعض المواد وكذلك وجود قراءة لهذا الميزان قبل عملية الاستخدام الميزان رقم 3 رقم ثلاثة هل هو جاهز للإستخدام؟ أحسنتم نعم إذن هذا الميزان هو الميزان الجاهز للإستخدام كما تشاهدون هنا بيان الصفر تثبت من بيان الصفر وكذلك عدم وجود مواد على كفة هذا الميزان إذن نكون الميزان رقم ثلاثة هو الميزان الجاهز للإستخدام إذن الميزان رقم ثلاثة هو الميزان الجاهز للإستخدام إذن نقوم بوضع علامة صح تحت الميزان الجاهز للإستخدام إذن هذا هو ابناء الطلاب الميزان الجاهز للإستخدام وكما ذكرنا لماذا هذا الجهاز الجاهز للإستخدام؟ بيان الصفر كما تشاهدون هنا القراءة صفر وأيضا عدم وجود مواد على كفة هذا الميزان إذن هذا هو الميزان الجاهز للاستخدام النشاط الثالث أكتب وزن كل سلعة مما يلي أكتب وزن كل سلعة مما يلي كما تشاهدون لدينا هنا ميزان يوجد عليه تفاح يريد أن نتعرف على وزن هذا التفاح إذن كيف نتعرف على وزن التفاح من خلال هذا الميزان كيف نتعرف على وزن التفاح من خلال هذا الميزان أحسنتم كما تشاهدون التفاح على كفة الميزان ونقوم بقراءة وزن التفاح من خلال المؤشر من خلال المؤشر إذن نقرأ المؤشر لدينا هنا 3.5 كيلو جرام حسنتم إذن وزن التفاح 3.5 إذن وزن التفاح 3.5 كيلو جرام أيضا نريد أن نتعرف على وزن الليمون في الميزان الثاني إذن لدينا هنا الليمون على الكفة نريد أن نتعرف على وزن الليمون إذن كيف نتعرف على وزن الليمون أحسنتم من خلال قراءة المؤشر كما تشاهدون هنا لدينا 2 كيلو جرام لدينا هنا 2 كيلو جرام إذن وزن الليمون 2 كيلو جرام إذن تعرفنا على وزن الليمون من خلال قراءة المؤشر بقي لدينا هنا وزن المكسرات يا شباب من يتعرف على وزن المكسرات أحسنتم لدي هنا مكسرات على كفة الميزان أتعرف على وزن المكسرات من خلال قراءة المؤشر لدينا هنا 700 قرام أحسنتم إذن 700 قرام نقوم بكتابتها 700 قرام من المكسرات إذن من خلال هذا النشاط بين الطلاب تعرفنا على كيفية معرفة أوزان المواد على الميزان من خلال قراءة المؤشر لهذا الميزان كما تشاهدون في الميزان الأول أو وزن التفاح لديه هنا 3.5 كيلو جرام كما تشاهدون هنا كيلو جرام وأيضا وزن الليمون هنا من خلال المؤشر تعرفنا على وزن الليمون 2 كيلو جرام وكذلك وزن المكسرات من خلال قراءة المؤشر لهذا الميزان 700 قرام وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر